عاش خياط كبير السن في قرية صغيرة وكان ماهر في خياط الملابس وبيعها في يوم الأيام زاره فقير من أهل القرية وقال له أنت تكسب الكثير من عملك ليش ما تساعد الفقراء في القرية؟ شوف الجزاري لجنبك ما عنده فلوس كثير ومع هذا يوزع لحوم يومياً على الفقراء وبالمجان ابتسم الخياط بهدوء وما رد عليه انزعج الفقير من تجاهل الخياط وبدأ ينشر شاعف القرية بأن الخياط بخيل فعاقب سكان القرية الخياط بالاستنكار والتجاهل بعد مدة مرض الخياط مرض شديد وما حد من أهل القرية أبدأ اهتمامه به وتوفى الخياط وهو وحيد بعد فترة من وفاته لاحظ أهل القرية أن الجزار توقف عن إرسال لحم مجاني للفقراء فلما سألوه عن السبب قال الخياط اللي كان يعطيني مبلغ شهرياً عشان أرسل اللحم للفقراء توفى وبالتالي توقف هذا الدعم بوفاته قد يثيء بعض الناس بك الظن وقد يعتبرك الثانين بمثابة ملاك ولكن لا هذا راح ينفعك ولا هذاك راح يضرك المهم هو حقيقتك واللي يعلم الله عنك لا تحكم على شخص من الظاهر اللي تشوفه منه فقد تكون هناك أمور ثانية في حياته لو عرفتها قد تغير تصورك عنه ترجمة نانسي قنقر